النجاحات التي حققناها مع الجزائر في مجال التنقيب عن البطرون والنفط يمكن نقلها إلى مجالات أخرى كالفلاحة والصناعات الصيدلانية هذا ما شدد عليه سفير الولايات المتحدة الأمريكية في حديثه لقناة الشروق الإخبارية الحقيقة أن علاقاتنا مع الجزائر في الشق الاقتصادي ركزت لسنوات على مجال النفط والغاز ولكن تلاحظون رغبة البلدين في تطوير مشاريع صارت على الأرض في مجالات الفلاحة والصحة والصناعات الصيدلانية وأعتقد أن غرفة التجارة الأمريكية تعمل على قدم وساقة لدعم مبادرات الشراكة مع الجزائر إن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة تشهد ديناميكية وهي قوية ونحن نعمل على تشجيع مبادرات الشراكة بيننا في ثلاثة قطاعات أهمة هي مجالات الأمن ودعم الاقتصاد والعلاقات التجارية وثالثا سنخلق مبادرات تزيد من معرفة بعضنا بالبعض حديث السفير الأمريكي لقناة شروق الإخبارية جاء على هامش احتفال سفارة واشنطن بالجزائر بالعدي الوطني للولايات المتحدة الأمريكية المائتين واثنين وأربعين والذي حضارته شخصيات سياسية وعسكرية تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية إمكانيات ضخمة في شتى المجالات نسيما في الفلاحة والصناعة وحتى الصناعة البطرو كيموية وتظل الإرادة السياسية الأهم من أجل تحويل الأقوال إلى أفعال